اشتركوا في القناة يعني هو حديث سوشيال ميديا النهاردة وهي دبعا بالمختصر مفيد للأخلاق يعني النهاردة احنا ما بقاش فيه عندنا يعني نوع من الأخلاق يعني زي زمان كنا دايما فيه جيرة كويسة وفيه معاملة طيبة حاجات كتير كانت موجودة زمان مش موجودة النهاردة النهاردة ان شاء الله هنتكلم مع حضراتكم فيها وهنصلت الضوء عليها كمان بطريقة مباشرة لان اخر حاجة كانت عرضت الفيديو اللي هو كان للمجند والكمساري او رئيس القطار يعني طبعا كل الناس اتكلمت عليه وتعرضت الشيال ميديا وطبعا انا بشكر كمان قبل ما اتكلم في الموضوع ده بشكر كمان الراجل اللي صور الفيديو ده يعني حد عظيم جدا بجد وكمان ما نساش بقى الستة المصرية الاصيلة الجميلة اللي كمان شاركت في الموضوع ده طبعا تلقائيا ما حدش قال لي اعمل لي حاجة وكانش طعب ان بحاجة بتصور اصلا وكده فعلا ربيع احنا عزا مشاهدين الاخلاق احنا كمصريين كنا بنمتاز سابقا بالاخلاق والكرم وحاجات كتير جدا صفات فينا انا شايفها بتنتظر يعني بتروح مننا حبة اشياء في اشياءات مع ان الاخلاق دي مذكورة في القرآن ربنا سبحانه وتعالى لما تحدث عن سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال انك على خلق العظيم يعني اذا الاخلاق مرتبطة بان الانسان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه عنده انه الاخلق العظيم وطبعا في الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم يقول انما ابو عزتو لأتمم مكانم الاخلاق وكما قال الشاعر احمد شوقي انما الامم من الاخلاق وما بقيت فانهم سهبت اخلاق وهم ذهبوا يعني اذا الاخلاق مرتبطة معنا بكل شيء في لوانة الاخيرة احنا شفنا الاخلاق دي بقت حاجة بصراحة محدش بقتايا حد ولا حد بقى يستحمل كلمة من حد احنا مش بتكلم على الموضوع القطر بس او موضوع الكمساري او موضوع المجند قبلها باسبوع كان فيه قصة تانية برضو الزابط والمستشارة اه برضو وعبلها 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 ايه اللي بيوصلنا لكده اللي بيوصلنا لكده ان طريقة الكلام يعني لما تيجي تتكلم معايا انا بتكلم معك بطريقة انت ما بتعجبكش او انت بتكلمني بطريقة ما بعجبكش فبالتالي بيبتدي الموضوع تتطور يعني احنا شفنا وضع الكتار يعني ايه المشكلة لو راحها بعد اذن حضرتك في انت اسكارة حضرتك بكل الشيكة وبتاع ان ما بتكلمه انا شايف يعني اسلوب ماينفعش يتكلم به حد مسؤول مثلا او في الكتار اللي هو اعتقد رئيس الكتار وكمال بيقول له اخلع الكمامة يعني المفروض هو اللي يلبس الكمامة مش يقول له اخلع الكمامة احنا شفنا الاخلاق وبصراحة تجلت في المجند دوت ومن هنا بنبعت تحية خاصة كل جنودنا في قوات المسلحة وحب برضو اذكر من دمن المواضيع ان انا يعني انا كمحمد ارور متأثر بشخصية في حياتي كلها وجعلها هي المسل الاعلى وهو اطل الله في عمره السيادة اللواء السعدي عبد الحميد عبد العظيم هذا اللواء شخصية كمة يعني اعود اتكلم عليه كتير جدا في كمة الاخلاق والتواضع وانشوفتش حد في حياته وهو يعني دكتور اللواء طيار وطبعا العقيد تام الرفاعي حاليا نعميد وبوركله طبعا بالتاريه المتحسن اسكري يعني هذي الشخصيات من الجيش المصري وانا اتعاملت معهم شخصيا قبل ما بقى في الاعلام وقبل ما اظهر لحضراتكم كده بصراحة انا سعدت جدا بالتعامل معهم ومن هنا ببعت ليهم احسن تحية لجيش مصري العظيم وحماها ربنا وبشكر جدا المجنعت على اخلاقه الجميلة ديت طبعا محمد وخانا كمان نتكلم كمان في حاجة مهمة يعني افراد الجيش المصري دول مين ما هو اخويا اخويا واخوك ووالدي وكذا هو ده الجيش المصري اللي موجود مين اللي موجود ما فيش بيت النهاردة في مصر ما فيش مجند طيب خلال نرجع لموقعة الكطار كده تاني ونتكلم فيها ان احنا يعني اشمعنا الحالة الخاصة دي مع المجند بالذات يعني انت اذا لازم يكون فيه هنا مشكلة لازم يكون فيه مشكلة نقف عندها فعلا كلنا ان يعني ايه اللي خلى رئيس الكطار يتطاول على المجند بالكلام اللي قاله اللي طبعا لا واستفزاز كمان يا ربي يعني موضوع الاستفزاز ده بقى سايد في المصرين كلهم يعني بصراحة بطريقة لا تطاق انت لو روحت حتى في المصالح الحكومية احنا نتكلم على كل دوت في الحلقة ان شاء الله شايا في شايا في كل شيء بس احنا بنتكلم دلوقتي يعني انت حضرتك موظف في مكان ليه ما تتعاملش مع الناس بكل هدوء وكل سكينة وكل ادب واحترام انما لا انت بتعامل مع الناس اذن معلش يعني المكان اللي انت موجود فيه ده وقت هو مكان حضرتك مثلا او وارس عن ابو حضرتك مثلا لا حضرتك موظف الموظف ده يعني كل احترام وادب وابتسامة اجراءات بس انما تطاون وكلام واستفزاز والكلام ده طبعا خليني كمان اقول لك ان رئيس القطار ده يعني فيه منه في كل المصالح الحكومية يعني هتلاقي منه في المرور وفي التأمينات وفي الضرائب فاي مكان هتروحه هتلاقي الشخصية دي موجودة هو عنيد انا عايز استناك سؤول العربية هو ليه بقى ليه يعني هو الراجل الموظف اللي موجود دوت هو موجود عشان يقدم مصالح للأسف للأسف يعني الموظفين الحكومية عموما اللي هي اللي عمل الناس يتعامل معها اللي يبتغضي مصالح الناس يعني بيأخذ تعليمات بس بينفزوها غلط هو بينفزها بدماغه هو ما بينفزش بدماغي المرؤوس اللي اداله للتعليمات دي لكن هو خلاص بشغل دماغه عليها يعني انت بتاخد تعليمات تعمل ونفز وتعليد عليك كزا تعمل كزا وفي ضمن التعليمات ليه ما يقابلش الناس بكل ادب واحترام وشياكة في التعامل يعني مرضو فيه نقطة كمان يعني مسلا كل يعني بتكلم عن الجيش مسلا كل ما عليت في الرتب كل ما ارتاحت في التعامل وكل ما يعني حسيت ان فيه ركيف التعامل وكلام ده ليه بقى ما يبقاش احنا كمصرين كلنا نفس الكلام الجيش مؤسسة عسكرية لها نظامها ولها ضوابط وتعليمات لازم تنفس ما احنا مفروض بقى ليبقى فيه قدوة احنا كمدنيين مش جيش احنا عمرنا ما نبقى زي الجيش ابدا ما احناش منظمين احنا تزامنين كمان مع اطلاق مادة الاخلاق اللي هتنزل ان شاء الله من اول السنة دي فاحنا عايزين يعني انا بوجه لو حد من المسؤولين بسمعنا اتمنى يعني ان يستحدث وزارة جديدة تبقى وزارة مثلا تزيين مصر او تجميل مصر دي تبقى مسؤولة عن كل شيء مسؤولة عن ركابة على اي الفاظ طبعا مش الالفاظ في الشارع بس عن الحاجات اللي تبقى في الاعلام اللي في السينما مسلسلات الموظفين بيبقى عندهم ركابة المنشآت كمان كمان يا محمد انا عايز اقول لك ان في في مشكلة كبيرة قوي موجودة اللي هي ايه موظف المجلس المحلي اللي تعالي اتكلم على قانون التصالح انت هتيجي بقى عند موضوعنا اه تعالي بقى نتكلم موضوع مهم جدا كمان طبعا انا زيت نفسي حبيت انزل كده واشوف برضو قبل ما تبقى تبدأ في الواحدة المحلية بتاعت الخانكة معلش يعني انا هناك في تهريك الناس بتوبير بتروح من الساعة اتنين بالليل قبلها ووقفين في الشمس البوابات مقفولة وبدخلوا مسلا اه ناس معينة واخناقات كل شوية ومشاكل ده عند التقديم الورق زايد بعد ما بيخرجهم الطابور دوت بيقفوا طابور تياني عند الخزنة طيب ايه اللي حصل اول طابور دوت الناس بتروح في الساعة نين بالليل ممكن يقعد لتاني يوم ويخشش وزحم شديد وشمس ومشاكل ولا ولا كمامات ولا ايه الله مش في الخانكة بس في كل برضو في كل الاماكن انا هقول لك ليه اه انا هقول لك ليه هقول لك ليه طب معلش برضو بالذكر يعني في موظفين مسلا لما يخش افطر ويعودوا ساعة واقفل الشبابيك والناس من الكربسة برا على الشبابيك وعما يتخنقوا كده ييجوا اصلا انا الدفتر خلص ويروح يغير ويجيب دفتر شوية لأ اصلا انا معادل غدا شوية اصلا انا اشرف شاي طب وبعدين وفي المناسبة كان ساعتها كان في مرور عشان برضو رزيك مرور للمحافظ اول ما جاء للمحافظ الموضوع اتغير حسيت ان جوا الناس كلها اللي معاك ما مات يقعد على مسافات معينة ومش عارفة والنظام المصري اللي هم اتبع فانت ايه رأيك يا ربيع في الكلام ده المسؤول يا جماعة المسؤول المسؤول الكبير هو ده الاساس يعني معالي الوزير ايا كان وزارة اي وزارة يعني المفروض ان هو ينزل ويتابع ويشتغل يعني احنا لمسنا وزارة كتير جدا فانت زي الفريق اه كامل وزير اه بسمه ما شاء الله يعني الراجل طبعا نواجه له الشكر في القرارات اللي اخدها طبعا والاستجابة طبعا بس معاليش انا بحاول يعني انا نفسي حاجة تزيد كمان حضرتك انت هتقول لنا القرارات اللي قالها سات الوزير بس انا نفسي ان اي مجند جيش فترة الخدمة يعفى من اي مواصلات نهائي ولا نص ولا ربيع ولا الكلام هو ده اللي قاله كله يعني المواصلات العامة والمواصلات الخاصة زي مكروبازات او 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 اي حاجة يبقى لي نص تزخرة بس لا 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 ما هي ده مش هتعرف لا ما لو قولك عصي انت جيش دلوقتي فيه موارف الكبيرة انت صاحب مكروباز يعني انت عنده موارف بتاعها بس ده مجند وبيخذب البلد ازاي هتركبه لا ما دي اخلاق دي اخلاق دي حاجة انا هنتكلم ان احنا لو لو قررنا لو الموضوع ده نزل في كل المواقف معلش الاخوة اللي بيبقى فين ريكارتا دول تبع المؤسسة برضو وتبع النظام فايه المشكلة ان هما يجبروا السوائين اي مجند يركب بجيش بلبس جيش يدفع نصف نصف تمن في المواصلات الخاصة والمواصلات العامة يقفى نهائيا لان ده مجند وده بيخدم بيخدمنا احنا بيخدم الناس كلها. الزبط المواصلات ده هو مجبر عليها يعني هو مجبر عليها ان هو بيقضي خدمة. طبعا. معرضة كل الناس هتقع في نفس الموضوع ده. لكن كمان خلينا اكمل في الوزراء كمان النشطين جدا جدا. كمان. آآ ساعة الوزيرة قاشة في صبح وزير الشاب والرياضة. سنة ما ان شاء الله حاجة جميلة جدا. مش عايز اقول لك المبادرات اللي بيعملها كمان. آآ حاجة جميلة جدا برضو لازم نشكره برضو ونلقو تضوء عليه. لانه فعلا من الناس النشطة جدا. كمان آآ يعني. نقول بقى. نقول بقى يعني الحاجات. طبعا. مس دايما ربيع ما بين يعني مسلا اللي هو المناصب العليا. وتحت بتلاقي في فين في النص فيه تقاصع. يعني تقاصع وعدم تأدية المهام بتاعتهم. يعني بشوف موظفين اللي هما في النص. يعني مسلا خلينا اتكلم بصراحة. انت ما تلاقيش ممكن مسلا ما تلاقيش عميد ولا ولا من اول رأي دون انت طالع او 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 الظابط او الكلام دوت ما بتلاقيوش غير شخصان محترمها بتعامل مع الناس بكل احترام وده وبيض المصالح. فيما تحت بتلاقيه بتتعامل مع الناس بكل يعني تحس ان هو معلش يعني آآ المؤسسة بتاعته. شوف محمد صدقني اي حد اي حد هيكون بيعمل اللي انت بتقوله ده هيكون عنده نقص. هو عنده مشكلة. احنا عايزين بقى احنا بلدنا الحلوة عايزين بلدنا تبقى حلوة. آآ اكيد. فاحنا عايزين الرقابة. يعني عايزين الوزارة اللي بنتكلم فيها دي وزارة تجميل المصر عايزين مصر. يبقى لها هيئة رقابية على كل اي حد. حتى المواطنين. لو واحد خرجوا معلش سوائين اله سوائين تاكسيات سوائين مقربوزات سوائين السوائين في كل مكان. بتشوفهم بتعاملوا مع مع الجمهور ازاي. طيب بما ان برنامجنا بلدنا الحلوة. طبعا. وانت كيب صرت السوائين كمان. معظم السوائين النهاردة. مش كلهم طبعا. لا بيشتقوا من نقابة السوائين. يعني هم عندهم مشكلة مع نقابة السوائين. بيقولوا ان هم بيدفعوا نقابة كل ما بيش جد رخصة كل ثلاث سنين او او كده. تماما. بيدفع نقابة. تماما. فالنقابة اتواجش عليه بحاجة. يعني في الاخر هو ولا بيستفاب بيها في اه في اي حاجة ولا ولا نادي ما ما فيش نوادي اصلا ليهم. احنا لسان حالهم بقى و احنا عرضنا المشكلة. ما عندهمش نوادي يعني. فبناتمنى يعني ان شاء الله. حد يسمع الكلام ده. اه نحن نوصل. طب نرجع بقى تاني لقانون التصالح. والتقنين الاوضاع والكلام دوت. احنا عايزين اما حاجة يعني تقنين الاوضاع الموظفين عشان الناس اللي هتروح تتصالح. لان معلشش على هزا الوطر وعلى هزا الشكل ما ما حدش هيلحق يوم تلاتين هو يخلص الاجراءات ديت. انا بقول لحياركو انا شفت الموضوع دوت ولمسته وكنت متواجد وشفت حاجات بصراحة ده اه المدة مدت شهرين خلاص يا محمد. ده رسمي خلاص. اه مده شهرين عشان الوقت والكلام ده بس مش مش ده الموضوع. الموضوع ان المواطن. تمام. بيروح للموظف الوحدة المحلية. يقول له تعالى خلص الورق. يروح ويرجح تاني. ايه قال لي? قال لي الاسبوع الجاي. يجي الاسبوع البعد وقال لي الاسبوع اللي بعده. تبصي تلاقي مسلا لو لو جيله معاينة تلاقي المهندس جي عاين. طب امتى حضرتك هتوض علينا. ما هوش عارف. تتكلم ان هو مش فهم الخطوات. هو مش عارف. مش الموظف نفسه. اه. ما عندوش قابلية ان هو يفهم. ده بيودين على المواطن المفروض يبقى فيه حد الاستعلامات. يبين الخطوات. والصبت انا كمواطن عايز اعرف انت انا ليها تسالح صح? انا. وفي حاجة انا شفتها معلش يعني بعض المحامين بيلموا من بعض اللي هم اللي متهارين. اه. وبيخشوا ليهم باب خاص بيخش خلصوا الكلام ده. لا المساواة المساواة يعني. يعني خلينا واحدة واحدة كده. ما احنا انا برضا احنا بنقول كل السلبيات عشان عايزين ان نقضي عليها. فمعليش احنا رجاءا يعني يا ريت الرقابة. يا ريت اللي معلش سيادة المحافظة لما يروح ما يروحش مثلا بجهة رسمية. ولا يعرف ان هو راح يفتش. ولا راح يبعت حد ويبص ويبقى زي المواطنين كده يشوف ايه المعاناة اللي بتحصل وايه الكلام دوت. عشان احنا يعني الناس تعبت والله. يعني فعلا انا بقول لحركة انا شفت الكلام دوت والناس شاكيت لكتير جدا. طبعا اللي حصل النهاردة تنفيذ القانون غلط. صدقني هو اللي بياخد اللي بي ايه يعني القانون موجود. تمام. وكمان في روح القانون. لكن ما بين نفس روح القانون. انا في الاخر القانون بيجي اعمل ايه? اه روح اه هد البيوت دي وخلاص. انا بروح اهد وخلاص. لا في روح قانون. لازم النهاردة ارجع وفي تقارير لازم اعملها. يعني ما تجيش مسلا على مواطن مسلا النهاردة. ما حيلتوش اي حاجة اصلا غير البيت اللي هو بناه. وطروح اه دوله لا فيه. انا طبعا الموضوع القانون دوت احنا ان شاء الله. في تزكية اه في حلقات اخرى يبقى معنا حد متخصص للاشتراكات القانونية واللي ويكلمنا لان القانون ده اصلا يعني ايه? اهو في ناس كتير جدا مش فاهمة بنوده. يعني احنا عايزين برضو حد يبقى يكون يعني خبير ويطلع ويفاهم لان فيه فيه بنود كتير جدا مش عارفنا. اهو على حد يعني معلوماتنا معلوماتنا احنا ان هو القانون طالع عشان برضو اللي بيسر. فيه ناس كتير سألتني. فاحنا سألنا ناس متخصصين وملخص القانون دوت. الفين وسبعتاشر دي فيصل. ما قبل الفين وسبعتاشر هيتم تقنينه من الفين وسبعتاشر لالفين آآ آآ وتمانية. دوت هو. من الفين وثمانية? اه. اه. اغدت الفين وسبعتاشر. بالنزول او بالطروح. اه اه. ده لا فيه تصالح. ده فيه تصالح. اه. بس ما لم يكن. على اراضي دولة. اه طبعا. اه. اه. يعني لازم يكون. او على اه. اه. طبعا اه يعني اي حاجة مخالفة. لا. ما. انما اه انت ده بيتك بديته. يغادت الفين وسبعتاشر. ده ما فيش مشكلة. ده فيه تصالح وفيه تقنين اوضاع وكل حاجة. من الفين وسبعتاشر. فيما بعد. لدينا حصل تصوير جوي. ومصر كلها فيه صور موجودة. اللي ده الجهات المختصة. اه ازا كان دي ارض زراعية او دي متبورة او ده كان بيت او غيره. فيما بعد الفين وسبعتاشر ده ما لسه تصالح وده هيتم ليه الهزالة. وفيه سؤال تاني بيطرح نفسه. طب اللي بيتم ازالته. يعني مسلا فيه بيت دولتي خمس ست دوار تم ازالته. مخلفات الهزالة دي بالتانية ما كانها. ولا الدولة بتستفيد مسلا ان الارض ترجع تاني زراعية او صاحب المنزل بيستفيد بيه. فبالتالي بيباني المنظر الجمالي يعني مش اللي هو. طب احنا عايزين برضو حاجة اه تحل الوضع ده. يعني لو فيه تصالح او فيه تغريم او فيه مشاكل اكتر لان كده كده الارض خلاص. اه الارض بارت ومشاهمت تزيل التاني. طبعا انا والله الافضل ان انا بروح ازيل البيت او ان انا مسلا اه يعني مالوش لازمة للكلام ده كله. انا كده كده انا ليه تصالح. يعني انت خليق بخالينا بنقول من الفين وثمانين وسبعتاشر. احنا عندنا فيه تصالح. اه. انا بقولك انا اتصالح. انت بتجيه تهديلي البيت. طبعا انا بقديته. لكده كده انا اعمل تصالح. تمام. طبعا ما ليه تصالح. لا او هالزالة اعطقت فيه ما بعد الفين وسبعتاشر ولا فيه قبل كمان. لا فيه ناس فيه ناس تهديلها. طبعا ما للفصل الى هاتفين وسبعتاشر. كل دي غلطات. كل دي غلطات. طبعا احنا احنا دلوقتي. غلطة التسجيل. غلطة التسجيل هو موظف سجل اه على حسب الموظف ماشر. هو 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 دلوقتي بتعارف ازاي? اه. غلطة التسجيل دي. احنا مفروض بنرجع للتصوير الجوي لو هنرجع. هو بقى اللي تعمل له ازالة. هو باني قبل عيون وسبعتاشر. بيروح يعمل الكلام ده ويزبط ان هو باني قبل عيون وسبعتاشر. لك انا بنتكلم يعني ان هما يحددوا. طب ده كانوا انت الصراح ان شاء الله هنتكلم فيه باوضح واستفادة لما نجيب حد متخص في الحالات اللي اخرى بإذن الله. نرجع تاني الاخلاق. الاخلاق معلش دلوقتي انت يعني لو حضرتك لو سيادتك روحت منطقة تانية وبتتخاني مع واحد ممكن تلاقي المنطقة كلها طلعت تضرب فيك. اهو هي دي الاخلاق المصريين? يعني لما تبقى انت في منطقة غير منطقتك. او على فكرة هو مش مش في بلد تانية ده هو بلدك مصري زي وزيك. ليه ما تصلحش? ليه لما تقعدهم كده وانت غلطان وانت مش غلطان وخلاص وانلم الموضوع. ده انت حتى لو في نفس المنطقة اللي انت فيها لو رأت شارع تاني وتخاني انت ما واحد في الشارع بتلاقي الشارع كله طالع. لا لا بس دي. لا ده بيحصل. ده بيحصل وحصل. ده حالات شزة لان في الاخر المصري جدع جدا. ماشي. والرجولة كلها في المصريين. احنا عايزين نرجع كما كنا. الشهامة والعصالة والجدعانة والكلام ده واضي. اما في الاوانة الاخيرة يمكن الافلام اللي بتحصل من اه البلطاجية والشباب كل اللي طالع فاكر ان هو ده الوضع اللي هو السويس. شاب زغان ما نتكلم عاليوتيوب. واحد بيعور حد. خاني نتكلم عاليوتيوب كمان النهارضة. ده بقى كارسة. اه. اليوتيوب ده. كل واحد النهارضة ليه او ملوش في اي حاجة تليه عاملك فيديو عاليوتيوب وبتاعه منزله. يقول لك عشان نعمل نسب مشاهدات. لا لا لا. كلام ده. ده انت بتشوف خلتم مبادوي وخلتم مش عارف مين. مش عارف مين وكلام ملوش لازمة. وشكلنا مش مش تمام. لازم الكلام دوت يبقى ليه ليه مراجعات. طبعا مش مراجعات اليوتيوب. اليوتيوب عايز يخسب وخلاص. احنا عايزين هنا اه حد بفير قابع الكلام دوت. مش اي حد يقعد يتكلم في اي كلام. وقول لك هم دول مصريين. لان الكلام ده بيخرج بره برضو. لا احنا مصريين عندنا في في احمد زويلة الله يرحمه. في اه في في ناس كتيرة. في زي حواس. في في ناس عمالكة. وفي اه اللي عامل مخطط سكك اه حديد برلين في المانيا. واللي عامل توسعات الحرم. وغيره وغيره. كل دولة ناس الناس عباكرها في مصر وناس محترمين. فاحنا مش عايزين نوصل. مش عايزين نوصل لمرحلة تانية. ان الناس تاخد علينا فكرة ان هم دول المصريين الموجودين دلوقتي. طبعا يا جبعة لان السوشيال ميديا النهاردة بيعرض كل حاجة عالميا. يعني العالم كله بيشوفها. يعني انت النهاردة لما تيجي تطلح تقول حاجة عن بلدك. او يعني حاجة سلبية لبلدك. الناس كلها شايفها. الدنيا كلها شايفها. لازم تاخدوا لكم موضوع ده يا جماعة الموضوع امن بحث. احنا مش اي حاجة نتكلم فيها كده وخلاص. لازم نتكلم في الحاجة اللي احنا هنستفاد منها او هتخص بلدنا. مش اي هاري وخلاص. مش كل واحد يطلع يروح يقول لك مسلا ده انا النهاردة مش عارف ايه روحت الموظف. اه بصوا وديته فلوسه هوت. اهو ما عامدش كده. انا انت حصل معاك فعلا كده. في ناس بيحصل معا حاجة وفي ناس بيحصلش. في ناس في ناس يغادر وقت في الموظفين. اه. لازم يشربوا شيء بالياسمين عشان. اكيد اكيد. بس مش كل الموظفين بصراحة. احنا مش يقول كله. بس فينا ياسفال عايزين نقدع. انا اقول لك على واقع حصلت معايا انا شخصيا كمان. امام. برضه عشان برضو الناس اه. فضل. شركة مية الشرب وما جابولي غلطة في الوصل بتاع المية. تمام. تمام كده. كان رقم يعني عالي مش عايز اقول هو كان كان. وكان رقم عالي كده. فانا رحت شركة المية عشان خاطر ان انا ايه. اشوف الوضع ايه بصراحة موظفين محترمين جدا جدا جدا. تمام. مش عايز اقول لك. خد الورقة انا خدت الجواب من الشركة المية اللي هي الفرعية. وطلعت بيع الرئيسية. تمام. رحت هناك بصراحة ناس محترمة جدا وخد الورقة. وما يعني ولقوا اي حاجة يعني انا مواطن. وعايز اه عشان بصة الناس ما تقولش ان احنا بروح نقول اي حاجة. اه المواطن اقول لي عندي مشكلة حلها لي. رجل خد الورقة وراجح تمام التمام وقال له حالي تقع فيه غلطة كزا كزا في قرية العداد. واحنا خلاص زبطناها لك. ودفعت ربع. طب انت انت الوضع ده كان كويس معك. فممكن موظف انا ما اقول لك ابا اقول لك الاجمال العام. نا مش كل الموظفين كده. فاحنا عايزين الموظفين معلش يعني بقى فيه شد عليهم شوية ان هو مجال الشغل معلش مجال الشغل بتاعه مش يروح هناك يقعد يحكي ويروي ويشرب شاي ويشرب قهوة ويشرب سجاير ويسيب الناس واحدة في الشمس. لا ده ما يصحش. انت عدد الوقت بتاعك ساعتك قبل ما تطلع افطر. قبل ما تطلع وتفتح الشباك قبل الساعة تسعة افطر. وبعد ما تخلص مسلا خد لك بريق مسلا بعد الساعة تلاتة. مش كل ساعتين تلاتة الشباك يتقفل اصل الورق. اصل نشرف شاي اصلا هنصلي اصلا. ما بقول لكش ما تصليش بس انت خد الكلام ده كله في البريق بتاعك. ما 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 تعزبش الناس معاك. ما تعزبش. وكمان كل الموظفين يا جماعة حبوا بعض. حبوا الناس. حبوا المواطن. انت مواطن زيه. انت نهاردة موظف انا في المصلحة دي. بكرة هتروح مكان تاني هتبقى مواطن. في يعني ساعدوا بعض. فنرجو نرجو يعني نرجو من الناس كلها نرجع زي ما كنا. الاخلاق وكل واحد يقبل التاني وكل واحد يشترم التاني. لان انا مش مستهلة. ان احنا نقعد حد يشتم حد او حد يتكلم حد او حد ينرفس حد. لان كل الناس معاها هموم وكل الناس. ونفيدهم ساعد الحد يساعدوا. ما تساعدوا. انت متدر تساعدوا ساعدوا. وساعدتك زي ما انت جاي مخنوق من البيت. مسلا هو برضو جاي مخنوق من البيت او جاي مخنوق من اي حتة. فما نقعدش نطلع خانيتنا موعدين او اا او المشاكل دي. فانرجو التحلي بالاخلاق. ثم الاخلاق ثم الاخلاق. صديقي اا الاعلاب المتميز ربيه. هنطلع على الفاصل. كمان من نساش اه الشيخ رجب الحداد. الشيخ رجب الحداد معاد الفاصل وهنكمل موضوع اللي احنا فتحناه في الحرقتين السبكتين. فان شاء الله تبعا اا الشيخ رجب الحداد. انتم عارفين ان هو بحس في في الطب العربي وراك شارعي. ومن الشخصيات اللي يعني اللي هي معز عندنا. ليه? لان وراجل متمكن. طبعا وعنده علم. عنده علم بسلامة ان شاء الله. وعنده المعلومة من الدين ومن القرآن والسنة. بسلامة ان شاء الله. الشيخ رجب حد عظيم فعلا وبيقدر رفد الناس وانكن الكنسة فاتت برضو الحالة اللي فاتت. واسرة حضراتكم ان شاء الله عن الجن العاشق اللي انتو طلبتاها مننا. هنتكلم فيها ان شاء الله. فكرة تانية بعد الفاصل. وما حدش يروح لأي حتة. فاصل وما حدش يروح لأي حتة. عشان فيه كلام قوي جدا. وممكن تطلع انت من العشاء للجن. فبعد الفاصل وانتظرونا مع الشيخ رجب الحداد. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تطلو الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين بباب لهاروت وماروت. وما يعلماني من احد حتى يقول انما نحن وفتنا. فلا تكفروا. فيتعلمونا بما يضرهم ولا ينفعهم. معانا استكمالا للحلقات السابقة الجن والعفاريت. فيسعدنا وشغرفنا الشيخ رجب الحداد الباحث في الطب العربي والراك الشرعي. انا وسهلا يا شيخ. اهلا بيجا. زي حضرتك. الحمد لله. اهلا بيجا يا شيخ رجب. وننورنا من عرضه. واشكرك يعني على تلبية دعوتنا بي. ربنا احفظك وبرك طبعا لان كتير من السادة المشاهدين كمان. اليوم اسئلة كتير قوي يعني. فبنتمنى ان احنا النهاردة نقدر نفيدهم. ونجاوب. وحاك تجاوب على السئلة اللي هما. يعني عايزين نبدأ عشان كده. يعني ايه هي انواع المس. يعني نكلم طبعا على الجن العاشق. خلاص. نكلم نهاردة على الجن العاشق. انواع المس بقى ايه. بنسبة للجن العاشق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصاحب يوما ولا. ثم اما بعد. المس في انواع كثيرة جدا. يعني فيه المس الطيار. فيه المس العارض. فيه المس الوهمي. فيه المس الكاذب او المس التمثيلي. فيه المس العاشق. وده اكتر نوع بيعاني منه البشر وخاصة النساء. نسأل الله تورك وتعالى العفوة والعفية. طيب. هل يعني 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 خلينا نتكلم اه كمان يا شيخ على العلامات. علامات الاصابة بالجن العاشق. يعني هل فيه علامات. مم. بيتبان على. طب قبل السؤال ده يا شيخ. انا عايزين نعرف يعني ايه هو جن عاشق. اه بالضبط. كويس كويس كويس. اه يعني ايه هو جن عاشق. وهل يصيب الرجال فقط او النساء فقط ولا بيصيب الرجال والنساء. انا عايزين كل ما يخص الجن العاشق. الجن مثل الانس تماما. يعني فيهم رجال ونساء ذكور وعناث. فيهم صالحين وفيهم طالحين ومن الناس من يعشقه الجني تمام لجماله أو لتبروجه أو لإعجابه به العشق هو فرط الحب العشق هو فرط الحب فالجن العشق نوع من الجن بيعشق الإنسان بيعشقه لأمر ما بيعشقه لأمر ما لإما لسبب إصابة أو لأن هو معجب بهذا الشخص الجن العاشق في الغالب يصيب البلغين لأن الطفل في المرحلة العمرية دية لسه أعزكم الله مفيش عنده أي شهوة فبالتالي أمر حدوث العشق عند الأطفال أمر محال نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعفية لكن برضه شيخ نرجع نفس السؤال سألته برضه إيه علامات الإصابة بالجن العشق؟ علامات الإصابة وأعراض الإصابة إحنا بنقول دايما أن فيه أعراض بتدل على الإصابة فيه أعراض في المنام وفيه أعراض في اليقظة إيه هي أعراض المنام؟ صلى عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم أعراض المنام أولا أن الإنسان يتكرر شرط التكرار ويقول للرقاة ولكل المعالجين أن أعراض المنام أعراض الاستئناس فقط يعني منفحش حد يقول لي بأحلم بكذا كذا أقول له أنت عندك كذا لا لازم أسمع من المريض اللي أعراض في المنام والأعراض في اليقظة وأقرأ عليها الرقاة الشرعية وبعد كده نبدأ أن حد نقول دا عنده كذا الأعراض في المنام اللي هي إيه كثرت رؤية الأحلام الجنسية أعزكم الله أو التحرشات الإنسان يرى في منامه جماع المحارم يرى أنه عاريا يرى أنه يقول لك أنا شفت شيخ كيف المنام لابسه بيض فبيض وبيسعدني بقول لي في كذا كذا وفي مين هموته النهاردة وفي كذا دا بنسميه عاشق الروح الشخص دا ممكن لك أنا كده في أشيء لله لا هو عنده مس عاشق ولكن عاشق الروح لسه في البدايات دي أعراض المنام طيب هي أعراض اليقظة أعراض اليقظة الإنسان دايما يحب النوم على البطن سماع الأغاني يكثر النظر في المرأة يطيل الجلوس في الحمام أعزكم الله وجود حناء على اليد في ناس تصحى الصبح ليه على دي حينك يقول لك دا الملائكة هي لحطة الحنة دي طبعا دا كلام باط ما عليش أي دليل هذه أو هذا العرض تحديدا من أعراض المس العاشق قولا وحدا ومرحلة كمان متقدمة في العشق مش لسه في أول عشق مرحلة متقدمة في العشق كمان طيب من أعراض المس العاشق أيضا في اليقظة أن الإنسان يستيقظ الصباح فيجد على جسده شعر أو شعرات موجودة على جسدي الشخص دا أيضا مصاب بمس العاشق وجود علامات زرقاء وخاصة على العورات دي برضو من أعراض المس العاشق إن أنا أحس أني في نفس نفس في ظهري وأنا نايم مش حد جنبي أصلا ولكن حس في نفس في ظهري دي برضو أعراض المس العاشق أيضا أن أنا أكون في مكان لوحدي بمفردي وحس أني في حد برأيبني دا أيضا عراض من أعراض المس العاشق الشيء هو الزائدة أيضا عراض من أعراض المس العاشق ناس الله تبارك وتعالى يعني إذن برضو فيه كان بي فيه بعض الرسالة وصلت لنا إن فيه خربيش على الجسم مثلا فيه العلامات الزرقاء فيه بعض الحاجات اللي بتحصل على الجسم هو دا برضو من أعراض الجن العاشق دي أيضا من أعراض المس العاشق وقد تشتركوا هذه الأعراض مع إصابات الأخرى كمان قلت كذا حاجة شيخ برضو هل العاشق انواعه؟ هم هي انواع العاشق؟ هل هذا التكلم به كذا shacra? العاشق العاشق ذه نعين عاشق أصلي و عاشق فرعي عاشق أصلي يعني هو معجب بالشخص ذه فعاشقه تمام؟ عاشق فرعي أو تابع الإصابة عاشق فرعي أو تابع الإصابة العاشق يتطور على الإنسان أو على بدن الإنسان المصاب يعني عندنا أول مرحلة التي هي مرحلة عشق الروح عاشق الروح الإنسان بعدما كان اجتماعي بيحب الناس بيتكلم مع داودة فجأة بدأ ينطوي مع نفسه فجأة بدأ بداخله حزن غريب صمت غريب كل دليل لأن العاشق عوز يختلي به فمش ممكن أبنى العاشق في بداية عشقه يأتي المصاب بأحلام جنسية أو بشهوة زيدة أو بغيره المصاب حينفر ففي الأول بيعمل إيه؟ بيختلي به الأول لهو عاشق الروح اللي احنا قلنا من أعراضه أيضا في المنام نشوف حد دا بيصويض وقول لي دا فيه كذا ويعمل كذا وإنت فيك شيء لله فده أيضا عرض عاشق الروح بعد كده عاشق البدن عاشق الجسد وده بيحصل معاه عزاكم الله التحرشات بعد كده يتطور الأمر إلى أن يكون عاشق الفوحش شهوة مفرطة حتى عزاكم الانسان بيصلي ممكن أيضا يشوف عزاكم الله حتى هو ساجد مناظر مش كويس هنا بنقول أن الأمر تطور لما بقى عاشق الفوحش نسأل الله تبارك وتعالى طب إحنا معنا تصلت الفوني من صارم القاهرة في يعني عايزت تسعر حرارتك فضيل الشيخ على بعض الأشياء كا حتامد حالو حاليكم السلام الله يبركاته وانا كا بدأت الشيخ اللي سبتي كانت مرة من الثانية وحلمة واحدة عم بصيها وشها طب عالي صوتك يا صارم بس وعرفينا بنفسي كده وعالي صوتك حلمة واحدة عم بصيها وشها ها ويقنعنا داخلتي الحمام ونصبليش الكبانيين ها ماشي والتاني مقالله فو يبص حلم دي عم بصيها وشها ماشي ومشي شايفة خشف مكلتك الاقودة خس قرة وده كس الاقودة الخرير هم شايفين ايه ده ولنمعنا أي يعني هو ده كان حلم ولا في الحقيقة يا صارة واضحيننا بس لا في الحلم يعني يعني طيب يعني ده في الحلم وهي كان في الحقيقة بك هو حلم يعني عايزت شوف هالحلم اللي حالك سهد ده كوي що يا شيخ فيها أكا بتقول لك متملقش في الحمام انا مخاتش بإدي طب تالي يا صارة علشان الشيخ معليش على صوت كده بتبتول لقي إيه وهي المbrandرة هي لطحيمة يا پس يا وشرب والله ما تساليش الحمام واえて جüss الكبانات السبيل مدخليش الحمام تطبشي الحمامية؟ احد مغطي يشه Iowa? هل ما ادخليش الحمامية؟ لو مرت عندما تسلو الشرف الله ما اتخليش الحمامية ولا تسلو شبيك تاتل اللا كبانات السبيل ودخليش الحمام حد مغطي وشه الله ما تذخلش قالişưa طيب الله المست woo Matt هل يا مسكرة واللهي لمشكر؟ هل تجلبني الا ايها؟ المستير Victor مع عرض واحد لك في التشخيص. مش كل حد شاف في المنام جي معه المحارب يبع عنده مسي عشق. منكم يكون قطع لرحم. تمام? مش كل حلم هنفسره ان هو ده شخص مصاب. كده يبقى الناس كلها عندها اصابة. فهي المفروض انا عشان اشخص حالة صح اذكر جميع الاعراض كاملة. عشان اضرب دي. لك الحلم واحده مش كامل. وشرط التكرار. والحلم ايضا ناخده على سبيل الاستئناس. هو شكل صارة عندها كان عندها سئلة كتيرا بس هي محرجة. شكلها كده محرجة من الصالة. طيب الله مستحر. فاحنا نسأل حرقتك ايه اسباب بقى العيش? هل في افعال بيفعلها البناء ادم هو بيسو بيوصل الجن ده ان هو عشاوه? طبعا في اسباب الانسان ممكن يعملها يعشقه الجنين. يعني النهاردة مثلا لما حد ينام على بطنه. تمام? ده باب مفتوح للجن. ان يكون عاشق لهذا الجسد. صح او لا? والنبي صلى صلى الله قال ان نومة نومة اهل النار يا نسينام على بطنه. نومة البطن هي نومة اهل النار. كثرة سماع الاغاني واحد عماني اسم اغاني باستمرار باستمرار باستمرار. ده اضم باب مفتوح للعشق. كثرة النظر في المرآه. ايضم باب مفتوح للعشق. ان انا اغيك في الحمام فترة طويلة. باب اضم مفتوح للعشق. ان الست تقعد في بيتها تقول لك ما فيش حدي شايفني ونا في بيتي وتقعد عريانة. ده ايضم باب من أبواب العشق. تمام؟ ربنا سبحانه وتعالى قال إنه يراكم هو قبيلهم من حيث لا ترونهم. صح ولا لا؟ فمش معنى أنا في بيتي أقعد متكشيفة وعريانة. وبعد كده أرجع عيط إلحقوني في عاشق في تحرشات في كده في كده حياته تلغبطت رأسنا على عقب العاشق أيضا للناس ما تعرفوش. الناس كلها متخيلة لما واحد يطلق مراته وليس بزوجته أنه كده عنه سحرة فريق. لا. المس العاشق من أعراضه أيضا اللي إحنا مؤنهاش لو الستة متزوجة تشوف زكة بصورة قبيحة جدا لما يطلع برى البيت تحس باشتياق أنه يرجع مرة تانية. أعزاكم الله تشم ريحة بؤه رائحانتنا. أعزاكم الله. يحصل بينهم توتر أثنان العلاقة الشرعية. فإن عاشق يعني يخرب البيوت. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعفين. طب في آية في صورة الرحمن يقول بسم الله الرحمن الرحيم لم يطمسون إنسوا قبلهم ولا جان. عايزين يفهم يعني لم يطمسون. يعني لم يقربهن إنسوا قبلهم ولا جان. يعني إذا ممكن الجن يعمل أفعال يعني تؤدي لمشاكل يعني أنا عايز أوضحه بس أكيد حركة فاهمني يعني. يطمسون هنا هنا المقصود بيها العشق يعني. العشق أو المعاشرة يعني في معاشرة في الجن. أيوة في معاشرة. تمام. ولكن هذه المعاشرة تكون معاشرة حسية. يعني الإنسان المعشوق يعني يشعر بالعاشق ويتلذذ بالأمر ويتلذذ بالأمر. لكن هل العاشق يستطيع أن ينجب من المرأة إن جامعها؟ لا طبعا. هذا أمر محاب. طب ما إحنا بنسمع كده ناس يقولك ده ابن عفريد ده مغلب من الجن أو كلام ده فعلا يجب أن يضع الكلام ده ممكن تكون كلمة مجازا وممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حاجة كويسة جدا. إحنا بننساها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتحدكم أهلا فليقول بسم الله اللهم جندنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. لي يا رسول الله قال فإن الشيطان قد ينطوي في إحليلي فيجامعه أهلا. تمام؟ فعشيك الناس بتقول ده ابن جن أو ابن عفريد. خلال نرجع بقى شيخ بقى الأهم حاجة تخص السادة المشاهدين علاج المس العاشق. يعني علاج المس العاشق. دايما بقول لكل المصابين يعني لا تكتب على الماء تعود تتعد نفسك كتير ما تكتبش على الماء كتير. هتلاقي نفسك في الآخر. أتعطي مشار طويل جدا في العلاج وفي الآخر مفيش نتيجة مفيش جديد. ليه؟ لأنه أصلا لسه أصل الإصابة موجود. علاج العشق إنه نعجل أصل الإصابة. إيه هي أصل الإصابة؟ قلنا في عشق فرعي وفي عشق أصلي. الأصل ده يبقى إحنا هنعلج العشق أطوله بشرة. طب الفرع ده كان تابع العين بقى لفترة جريدنا في الجسد وتحول لعاشق. كان خدم سحر وتحول لعاشق. كان شيطان حسد وتحول لعاشق. فأنا لما أجعلج العشق. الراخي مفهوم يقراش على يخشئ مرة واحدة. لأ أنا أقرأ الأول أو أشوف الأول. إيه أصل الإصابة؟ إيه اللي خل العشق يدخل الجسد ده؟ وبعد كده إيه؟ أعلج العشق. لو العشق أصلي بنا أعلج العشق مباشرة طيب. لا تكتب على الماء يعني إيه؟ يعني أنت حضرتك بتعلج العشق وعن برمج علاجية وعامل زيوت وهكذا. إلى آخره. وفي الآخر بينام على بطنه. في الآخر بتسمع أغاني. في الآخر أعدى في بيتها عديانة. في الآخر بيسمع. لا أعزكم الله محرمة. فحضرتك كده مش هتلاقي أي نافح بالرمج العلاجي. في الآخر هي متبرجة. انت كده ما بتحلش. بالعكس انت كده بتعايد الأمور أكتر. والعارض أو العاشق بيتقوى عليك. فاهمني؟ فدايما بقول لا تكتب على ما تعبش نفسك. شوف أصل الإصابة إيه؟ شوف سبب العشق عشان تستريع عشان توصل من أقصر الطرق. طب يا شيخ هو أنت بيبقى في تواصل ما بين الراكي مثلا وما بين الجيني ده بيعرف يعني يعشق ازاي أو دخل ازاي الجسد دوت احنا بنعرف أصل الإصابة من خلال الأعراض من خلال الأعراض انت بتشتكي من كده أيوة. فيه عندك كده أيوة. فيه كده أيوة. فبالتالي نبدأ نعرف إن الشخص ده عنده ما السعاشق سببه كده. يعني إعراض العين تغيي على المصاب. وبعد كده قال إن فيه عشقي. بقى ده أصله إصابته كانت إيه؟ كانت عيني. بحنا نعالج العين الأول. طب تغيير الأصوات يعني أنا بشوف بعض المشايخ هما بيعالجوا حالات فيه تغيير أصوات أو الكلام دوت. هل ده بيبقى مرض نفسي ولا هو الجن بيتكلم؟ معنا عايزي نوضح الأمور دي برضو. احنا ممكن نقوله أو السؤال بيقول إيه؟ الحضور كيفية حضور الجني على الجسد. صلى على نبي محمد. صلى الله عليه وسلم. حضور الجني يكون حضور كلي وحضور جزئي وحضور مشترك وحضور وسوسا. صليت عن نبي؟ حضور كلي إن الإنسان يسرع تماما. تضربه على إيده على ريب له خلاص. هو عليه حضور كلي. والله يصوت تغير لواحدة لواحد متشغلش بالك. الجن يتكلم متكلمش برد متشغلش بالك. فمن الأفات المنتشر لمن دول إن الراقي تنطق الجني يعد يتكلم معه. عامل إيه؟ أمك عامل إيه؟ طبخين إيه؟ عندك كم سنة؟ كل دي أشياء بتنهك المريض وتتعب المريض. وأيضا لم يرد عليه هذا من كتاب أو سنة. تمام؟ طيب. الحضور الجزئي إنه يحضر على جزء من بدن المريض. عشان كده الناس اللي بتضرب وتوقنه يعني اتقوا له طبارك وتعالى. انت عمل تضرب فيه ليه؟ ممكن يكون أصلا الجني حاضر على جزء من البدن مش على البدن كاملا فانت كدت تضرمه لما تضربه. طيب. انت عايز تعرف هو جزء من البدن ولا على البدن كله؟ ادرى الضرب خفيف غير مبرح على مثلا على رجلي. على دريه عشان تعرف هو جزءي ولا كلي. حضور مشترك يحضر تارة ويغيب تارة أخرى. طيب. حضور وسوسة إن المريض اللي يكون بيتكلم معايا سواء نصطه متغير أو مش متغير ولكنه حاسس بكل شيء. حاسس بكل شيء. الراقي الذي لا يستطيع أن يميز ما بين حضور الوسوسة والحضور المشترك والحضور الكل. فليبحث له عن مجال أخر. ليه؟ يختلط عليه الأمر وقل الحالة أنت عندك كذا وسحر كذا وسحر كذا ودخله في متهاد. كمان يا شكرا تكلمتنا حدق وقلتنا إن المس العاشق بيطول اللي هو بينام مثلا على بطنه بخباعة الحمام كتير وهذا من كل الكلام ده يعني تبيوت المصرية عموما. طيب لو في حد ما فيش الكلام ده بعملش العاجل ده كلها ولا بيقعط العم كتير ولا بينام على بطنه وملتزم جدا في صلواته وكل هذا القبيل. وحصل له برضو مس عاشق. الشخص ده ممكن يكون معيون شخص معيون وخادم العين طول فترة غيابه في الجسد تحول العاشق. ممكن شخص مسحور. خادم السحر تحول العاشق. ممكن يكون لدى ولا دى ولكن الجن دخله معجبا دخله معجبا هو عاجب الشخص ده فدخل. احنا قلنا الجن زي البشر تماما واحد عاجبته واحدة في الشارع فاببصلها كدلك أبنا هو الجن نفس الأمر ربنا يحفظنا الجن. طب الجن بقى يعني باهدي للدنيا وعاش عايزين نخرجوا بقى من الجسد بيخرج ازاي. اه. وفي مكولة برضو ضمن السؤال يا شيخ. انا بسمع الناس بتقول احنا عرقنا الجن. طب معلش يوو الجن ازاي بتحرقه وهو اصلا مخلوم النار. اه. كيف يتم حق الجنين هو اصلا خلقه من النار. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الذي خلق الانسان من طين يستطيع ان يعذبه بالطين. يعني النهاردة مثلا انا خلقي من طين وانت خلقك من طين فانا النهاردة لو انا قيت بربتك بطوبة او بقلب طين هتتعذب وهتتعب صح ولا لا. طب. فالله تبارك وتعالى يستطيع ان يحرقه بالنار. طيب. كلمة حرق الجني تقول لك انا حرقة الجني. طب احنا نشوف نجده خان طلع من الحالة ولا حالة الحالة عادة زي قدامنا. تماما هي مفاشة اي حالة خالص. حرق الجني دي مع كلمة مجازية. مجازا. ان الجن ده خلاص احنا حرقناه. الجن يقول انا حرق انا اتعذب انا كذا انا كذا. انا عندي ان الجن الاصل عندهم الكاذب او غالبهم يكذبون. انا اقرأ على الحالة الى ان تتحسن تماما الى ان تزول جميع الاعراض. لما تزول جميع الاعراض هنقدر اقول بس كده خلاص. الحالة بقت كويسة الحمد كل عرضة شيخ او كل حالة معينة لها راية معينة. يعني مثلا لو راجل مثلا ممسوس او ست دي لا راية معينة دي راية ولا كله. طبعا يعني انسان معيوم بقرأ عليه ايات العلم راجل او ست. اه رجل معشوق او امرأة معشوق عندها عشق من الجن نقرأ عليها ايات ذم الفاحشة تمام. شخص مسحور ايات ابطالة سحر كل شخص تناسبه قراءته معينة طيب. لو انا جن وانا مش حفظ غير الفتحة فتحة فقط. وقرأتها باليقين بانها الشافية الكافية. كما قال عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم والله سيبر بامر الله تبارك وتعالى. الشفاء رزق من الله تبارك وتعالى. ليس بيد الراقي ولا يسي بيد احد. الشفاء رزق من الله تبارك وتعالى فقط على الانسان المصاب ان يأخذ بجميع الاسباب. ويأترك النتائج على الله تبارك وتعالى. يعني اذا الشيخ ان الرؤية ممكن اي حد يرى يعني ممكن اي حد يقرأ والاصل في المسألة ان الانسان يرقي نفسه طب ينفع حدثك بقى الرؤية الشرعية المبسطة كده تولهنا دلوقتي ابسط رؤية يعني حد مثلا يرى المبسطين. مفردات الرؤية؟ او مثلا. والله الرؤية الشرعية يعني مثلا نبدأ بالانسان يتبرأ من حوله وقواته بعد كده يقرأ سورة الفاتحة بعد كده اوائل البقرة اوائل البقرة واتبعوا ما تكلوا الشياطين ايات الكرسي لا اي كرانها في الدين بعد كده اواخر سورة البقرة اعوذوا بله من الشيطان الرجيم قولوا لهم مالك الملك سورة علي عمران بعد كده نبدأ بانا توجه بعد كده الشخص بانا معيوم احنا نقر ايات الايه؟ ايات الايين اللي هي عينة يفربع بضبع فجرون تفجيره فانفجرت من اثنات عشرة عينة الايات اللي بتدل على تفجير العين في جسد الشخص العين زي ما قلنا في اللقاء السابق لها عقد والسحر الكمال ليه عقلي يستحب للراقي لو هو عنده حالة يكون راجل طبعا مش واحدة ست انه يضغط على اماكن الجسد كلها من شعر الرسول حاد اخمص قدمي ليه بقى؟ عشان يعمل عملية تفجير او عملية تفجير لعقد العين او عقد الحسد او السحر في الجسد دي بتكون لها وقع طيب واثر طيب جدا على الشخص اثناء قراءة الرقية الشرعية طبعا المعودتين ده شيء اساسي في الرقية والدعاء بمفاتح الله تبارك وتعالى على الراقي وطبعا لتجنب موضوع العشق دوت طبعا نتجنب بقى النظر الملاية كتير اللي حراج قلته كل طبعا كل اسلام العشق خلنا كمان يا شيخ اقولك الجن العاشق بالنسبة مثلا هل بيحدد ديانة معينة وهو عند ديانة معينة بيحدد من الانس ديانة معينة ولا اي ديانة مع اي يعني عزن عرب حتة دي اي شيء ممكن شخص مسلم يعشق امرأة مصرانية صح؟ والعكس؟ والعكس احنا قلنا ان الجن زي البشر تماما وممكن يكون اصلا هوا جن ملحد ويعشق امرأة مسلمة تمام؟ لانه هنا عاشق لما عاشق عاشق اللي عاشق الدين ولا عاشق الجسد عاشق الجسد فمش مهم بيديانيتها ايه لانه مش هيخوش في مناظرات عقدية بينهم من الاثنين لا هو عاشق الجسد او عاشق الفواحش او عاشق الروح فهو لما عاشق الاسم مدورش على الدين فهمتني؟ صحيح لكن القرين مالوش دور في الموضوع ده خالص يعني ان بيقدرش القرين لا يعشق الانسان أبدا ومن قال بهذا فهو كاتب او لا يفتح شيئا في الرقي لو القرين بيعشق الانسان كان النهاردة كل الانسان فينا مصب بمس عاشق طب ليه ما كل واحدنا مع قرين؟ صحيح صحيح فالقرين اللي هو ادوار محددة في الجسد هنتكلم عنه ان شاء الله بإذن الله في اللقاء القادة بابن الاسم هو الجن العاشق ينفع يتوصل مع اللي هو اللابسه يعني مثلا بيزهر له يكلمه يحصل الكلام ده انت يزهر له يكلمه بقى كده هنرجع تاني لمراحل تطور العشق على الجسد اللي هو عاشق الروح ولي مرة تطورات ده موضوع كبير لما يتطور على الجسد يحصل ايبا شخص المصاب قاعد فاجأ يقول لك انا فينان هيموته النهاردة؟ هو اصلا مات فالجن استرقت السمت من عند اهل الرجل توفاره نهوت وروح له فلا مات النهاردة يقول لك بس انا كده فيه شيء لله بدأت اعرف يشوف حد مثلا في الشارع او في الطريق يقول لك ده مصاب بكذا ده عنده مثلا سحل ده فيه كده وكده وكده كده الشخص ده تمام؟ معاه الايه؟ المث العاشق وبس يتطور معاه يعني ده مش القريب؟ بنسميها اغراءة لا مش القريب بنسميها اغراءة العاشق بعد كده اللي بيحصل؟ بعد كده عزكم الله بيظهر له الاول بيظهر له في المنام على هيئة حد بيحبه موثل الفلاني الشخص الفلاني على هيئة زوك هلوية متزوجة عشان ما تنفر شنور وتشتك كتير تمام؟ ده بنسميها برضو اغراءات العاشق بعد كده لما الامر بيتطور يبدأ العاشق يظهر تمام؟ برضو بيظهر شوف هيئة الحقيقة لان لو ظهر الستة حتنفر منه بل بالعكس من كنت توصرع كمان خطوات بيغض خطوات ياخدوها تحت الارض بقى يورروها مثلا حاجات شوف ناس مثلا انت بتتجاوز في المنام ومش شايفة مين العريس تنزل تحت الارض تشوف حاجات يلبسوها تاج تكتب طلاصم تنضي عود حاجات دي كلها بتبقى مقدمة النات كل نسانة سحرة يعني المرأة اللي عندها عشق لو امر تطور معاها ممكن تتحول لسحرة والعادو بالله الناس لو تورك وتعالى العفو والعفو طب هو اشكال الجن يا شيخ هو حد يشاف اشكال الجن؟ ما حد يشاف اشكال الجن طب احنا جبنا الكلام دامنين ولا حتى سيدنا سليم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا سليمان ربنا سبحانه وتعالى اعطاه ملك لا ينبغي لاحد من بعد طبعا فسيدنا سليمان شيء كان له هريهبة خاصة لسيدنا سليمان لم يذكر مثلا وصفهم سيدنا سليمان لا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجن انهم يتشكلون حيات وعقارب وصنف يطيرون وده تشكل انما هم شكلهم الحقيقي شكل الجن حقيقي ده كل الامر ده اجتهاد اه يعني اشكال الكارتون والكلام ده اللي احنا بنشوفه ده ده خيولات عمر الشرف نبيك يا شيخ واستفادنا منك كتير والنهاردة والله فعلا يعني استفادنا منك كتير جدا وفيد يا سيد المشاهدين كمان لكن لازل توعدنا برضو كمان على الهواء وده سيد المشاهدين ان شاء الله طبعا اعزائي المشاهدين احنا اتشرفنا بيكم النهاردة على مدار ساعة واتشرفنا بوجود الشيخ راجب الحداد والله ان شاء الله نوعيدكم بلقاءة تانية ومواضيع تانية وطبعا سعدت بلقاء صديقي وزميل العزيز ربيع وان شاء الله حلقته اخرى بإذن الله تعالى ومواضيع تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته